يبدو أن الحرب الاقتصادية بدأت مبكراً هذا العام وشررت الأولى في ناحية السد العظيم في العام السابق خسرت هذه الناحية مئات الدونمات من الحنطة والشعيرة واحترقت قبل أيام عشرات أخرى ولولا تدخل الأهلي في الوقت المناسب لالتهمت النيران مساحات شاسعة من هذه المحاصيل هذا الحرب الاقتصادية الجديدة لحرق المحاصيل الزراعية هي حرب خطرة أيضاً كما أنه الإرهاب قتل الإنسان أيضاً يحاول أنه قطع رزاق العالم وتدمير اقتصاد البلد من خلال حرق هذه المحاصيل الزراعية حيث العام أنه أكثر من مئات الدونمات تم حرقها للأسف والسنة بدأ مبكراً بعملات حرق المحاصيل يقول الفلاحون أن الحريق متعمدون لضرب اقتصاد البلد أو وجود جهات مستفيدة من تدمير الثروة الزراعية ومنذ افتعال الحريق الأول العام الماضي ولغاية الآن لم تستطع الدولة تحديد الجهات التي تقف خلف هذه الحرائق رغم تشكيل لجان عدة للتحقيق هذا المسلسل تحترق الزراعية يحترق بهذه المنطقة ويحترق بصفها وحرق متعمد أو ما ضرب اقتصاد الدولة أو جهات مستفادة من هذا الشيء أو إرهاب يعني لحد الآن الجهات الأمنية من العام والسنة ما لزموا يعني في جهة معينة أو شخص أو شيء أنه فاعل بهذا قيادة عمليات ديالا رصدت بدورها اثنين من عناصر تنظيم داعش داخل أحد الحقول يحاولان حرق المحاصيل إلا أنها لم تستطع القبض عليهما أو معالجة التوغل بشكل صحيح بحسب قائد العمليات علومة وصت مباشرة وتم معالجتهم بالهاوانات وبالأسلحة المتوسطة لأنهم كانوا بعيدين عن قطعاتنا وليس ضمن الأسلحة الخفيفة ولذا بالفرام صراحة ما قدرنا نعالجهم بشكل صحيح سواء أكانت أياد داخلية أم خارجية تقف خلف هذه الحرائق يبقى المستفيد الوحيد المصدر للحنطة والشعير والخاسر الفلاح العراقي واقتصاد بلد لم يتبقى له سوى المورود النفطي المهدد بأزبة مالية مع انخفاض الأسعار من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلو ترجمة نانسي قنقر